السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نادوهم حياكم الله في فيديو جديد من قناة خواطر فكرين إن شاء الله نتوجه مباشرة إلى استدلال سيد ميثم الموسوي وإلى نقض ودليله إلى نقض عفوا ودليله بخصوص هل الأنبياء يورثون أو لا وهل كان أو هل إن أبا بكر كان صادق أو لا ومن الذي عارضه ومن هو الذي عارضه بخصوص إن الأنبياء يورثون لنستمع إن شاء الله لهذا الاستدلال الذي يخرج للعلن لأول مرة في قناة خواطر فكرين نستمع إن شاء الله ونعقد خليكم لحظة لحظة يا أستاذي الكريم أستاذي الكريم خبرا خلينا أول شي خليه حوار ودي ما رح نتجاوز ولا أي شي حوار مشان يفهمونا الناس ونستفيد الآن يا أخي أنت تتكلم تقول ماذا أنه أنت لا تتكلم لي بكتب الشعاة تكلم لي من كتبك أنا أرد عليك من كتبي قلت لك يا أخي سمع رسول الله أبو بكر الصديق سمع من رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث كل ما تركنا صدقة أنا جبت لك شاهد على هذا الحديث بكتبك قاله جعب الصادق لم يكن عندك الإمام المعظم أولا يا أبا ديب أولا الإمام الصادق قال أن الأنبياء لم يورثوا هل تعرف الفرق بين لم و لم يورثوا ثم الكلام عن وراثة اسمع كلام الكلام عن وراثة العلماء للأنبياء ولكن أنا أسألك سؤال أنتم ثبت عندكم أنه النبي لا يورث وأبو بكر قال أن النبي لا يورث طيب الذي يقول أن النبي يورث هل هذا يكذب أبي بكر هل هو هل هو الكذاب أم ما احترامي لرمزك أبو بكر أم أبو بكر أم أبو بكر يعلم أنه واحد معني تابعي زين راوي قال أنه النبي يورث هذا كذب أبو بكر طيب هذا الذي يكذب أبو بكر شنو حكمه يا فضل عطيني من كذب أبو بكر أنا أقول لك الذي هذا الرجل اسمعني هذا الرجل يعرف حديث أبو بكر ويعلم أن أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن معاشر أنبياء لا نورث يعلم جيدا ولكنه ماذا قال قال أن النبي يورث يعني هو يعلم أن أبو بكر قال هذا ويخالف أبو بكر ويقول أنه نبي يورث شنو حكمه هذا عطيني الحديث أستاذ ميسم يعطيني حكمه شنو ومن هو الكذاب هو عبد أبو بكر يا رجل لا لا مور وقتين أنا أسألك من هو أنا عندي شخص شخص زيد من الناس سين صادق هذا الرجل خالف أبو بكر وقال أنه نبي يورث أنت كشيخ ومحاور سمني تصدق هذا الرجل أم تكذبه وتصدق أبو بكر لا أنا أصدق جميع الصحابة لما سمعوا من رسول الله لأن كان لما جاء العباس لما جاء العباس وعلي بن أبي طالب عند المحاكمة لما قال اغضي بيني وبين هذا شهد عليهم أنهم سمعوا كما سمع أبو بكر أنه ما تركنا صدقة وأقروا على هذا الشيء كذب والله يعني مو بس أبو بكر سمي كذب والله ما أنجر وياك ما أنجر وياك أعيد سؤال هذا الحديث بصحيح مسلم أعيد سؤال يعيد لك للمرة الأخيرة اسمعني أوف الحديث أوف الحديث أبو بكر ثبت عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر النبي لا نورث إجا واحد متأخر مزين راوي شارح الحديث قال لا النبي يورث مزين من الذي يكذب ومن الذي يصدق يكذب هذا الراوي هذا الشارح ويصدق أبو بكر أم يكذب أبو بكر بحسب ميزانكم أنتم أم يكذب أبو بكر ويصدق هذا العالم لا يصدق أبو بكر ويكذب لأنه في شواهد كثير على كلام أبو بكر وما هذا عارضه أخواني لحظة لحظة أبو بني بنت جاوبة اسمع الإشكال يلا تفضل يعني يصدق أبو بكر ويكذب هذا الرجل الذي قال إن الأنبياء أو إن النبي يورث طيب من هو هذا الرجل يقول في مسند أحمد بن حنبل والسند طبعا صحيح يقول حدثنا 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 عن أبو الطفيل يقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر أأنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وآله أم أهله قال فقال لاب الأهله فقالت أين سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر يقول أهل يرثونه إذن أبو بكر هنا كذب أبو بكر في صحيح البخاري طيب الآن من الكذب أبو بكر الأول أم أبو بكر الثاني ومن الصادق أو من الكاذب عطيني الحديث أبو بكر طيب أسناجه وحسن رجاله وثقات رجال الشيخين اسمع غير الوليد بن جميع وهو من رجاله مستعدك بالرواء اللي جبل إياها رحت لي يا لأعطيني الحديث اللي بمستد أحمد أنقض عليك يلا تفضل هذا قرأت لك قرأت لك تصحيح مستد أحمد برقم أربعة عاش حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمحته من عبد الله بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن وليد بن جميع عن أبو الطفيل قال لما قبل رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر قالت أنت وردت رسول الله أم أهلا قال لا بل أهلا قال لا بل أهلا ما قال إن الأنبياء لا يرثون طيب ليش يا أبو بكر يقول قال فقال لا بل أهلا قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال أبو بكر إني سمحت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمه ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده إليه صارت أنا سمعت النبي يقول إذا توفي النبي وأطعمه الله طعمه جعلها للذي يأتي من بعده يعني إله فرأيت وأنا رده إلى المسلمين إذا هو ما رد المسلمين هو ما رده المسلمين هو جاب خيباب وعطاه العائشة إلى أن مات سنتين هي عد عائشة قبل أن يموت قلها رجعيها لي رجعيها خيبر دولة 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 كاملة أعطاها لعائشة دولة لعائشة تصرف بها تصرف بها براحتها طيب هل تعلم أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعن الدور التي كنا يسكنها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي حق إذا كان النبي لا يوره كيف عائشة تبيع دارها كيف سودة باعت دارها كيف حفصة حفصة جعلتها لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بعد ذلك يعني جعلتها إرث لأخيها وعبد الله بن عمر أدخلها في المسجد طيب كيف معاوية اشترى من أمهات المؤمنين بعض حجراتهن اشترى دفع فلوس يلا النبي لا يوره بس على فاطمة ما عدكم شيء والله العظيم ما عدكم شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوره فقط على فاطمة نجد الحروري والألباني يقول صحيح يسعى الابن عباس في صحيح سنة النساء الألباني يقول صحيح قال وعلموا إنما غنتم من شيء فإن الله خمسة وللرسول لذو القربى قال لمن ترى هذا السهم قال لنا قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب قال عرض علينا عمر شيء رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله ما أعطانا الحق الخمس زين الخمس ما أعطانا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله طيب والذي عرضه عليهم يقول أن يعين ناكحهم ويعين غاربهم في الوقت نفسه في سير أعلام النبلاء عمر أبد الخطاب يعطي نساء النبي الأموال وزاد عائشة ألفين دينار ألفين دينار ذهب يا رجل تعرف شنو ألفين دينار يقول لأنها حبيبة رسول الله زادها ألفين دينار ذهب لأنها حبيبة رسول الله سؤال لك إذا كان النبي لا يورف لماذا نساء النبي بوعنا حجراتهم لماذا بوعنا حجراتهم لماذا بوعنا الدور بأي حق بأي حق لا يورف وين باعهم وين باعهم ما باعهم شيء يا رجل حجرة ما باعهم شيء أنت 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 تتكلم دفعا بالصدر أنا راح أعطيك الأدلة على أن نساء النبي عندكم عائشة وين بعت حجرتها يلا تفضل الآن الآن إن شاء الله الآن أعطيك أجيب أجيب أليكم شيء جرعة كل هاي المصادر وإلكم أين تتكلمون قسما بالله والله أنتم مغيبين أكسم بالله تطعنون برسول الله الشيعة ما بأكثر هاي المصادر كله هاي المصادر كله رجال من غير من غير رفع الكتم الله يخليكم ألا بإذن الحاج طيب أخوان بالله عليكم خلونا مع الأستاذ ميسم أرجوكم أول شيء يا أخوان الرسول الكريم هو هل هو يعني جابي أموال ولا فاطمة تدور أموال وتدوي أراضي أصلا هي أول لاحقين برسول الله هي تدور أموال وتدور فدك يا رجل يا رجل يا رجل تدور أموال يعني بس حلالة على أبو بكر ينطي خيبر العائشة تدور أموال وعمر يزدودها ألفين دينار يا رجل يا رجل اسمع اسمع علمائك اسمع يا رجل انت سأل سؤال اسمع الجواب يا رجل مو مسألة تدور أموال شوف فاطمة عليه السلام ما جاءت تطالب بفدك فقط جاءت تطالب بفدك طيب وبخمس خيبر طيب وما آفاء الله على رسوله هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب هذا للرسول ولد القربة طيب ثم طالبته بصدقة النبي في المدينة فمنع عنها كل شيء ما في شيء خرجي لأهل هذا البيت لا من الإرث لا من الخمس لا من صدقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من بيت المال بيت مال المسلمين محرم عليهم أبدا كل شيء ما كوه ما في أي شيء وتحدى واحد يقولي أعطوهم كذا ما في شيء بل ابن تيمي يعترف يقول وغاية ما في الأمر وغاية ما في الأمر يقول وغاية ما في الأمر إنهم كبسوا الدار ليعلم هل فيه من مال الله الذي يأخذه فيعطيه لمستحقيه يقول أبو بكر كبس بيت فاطمة يدور على الفلوس خفضان مفلوس عدها زين خفضان مفلوس عدها إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة على أن أبي طالب كان يعمل بكد يده يزرع النخيل أبو أديب أبو أديب لحظة أخواني بس سيدة مشي الدور بعد ذنكم بس لحظة يا أستاذ وحاني بس لحظة أرجوك 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 أنا من فايق الحر أجعني دقائتي أنا من الضائق الأخ طائل والحر بغض النظر عن أي شيء نقول إن الأرث هو في القرآن الكريم في القرآن الكريم حتى نعرف إن الطرف الآخر بعيد كل البعد عن القرآن الكريم عن تعاليم القرآن الكريم دائما ما يقول الرسول بشر الرسول بشر الرسول بشر بكل شيء بأخطائه بأن يفعل أشياء من خوارب المروعة عادي جدا لأنه بشر 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 لكن بشر فقط بالارث لا يصبح إلى تكليف خاص أو شيء خاص أو نعم يعني حالة خاصة إذن قلني أخذ السيد ميثن المساوي نقل الدليل تمنيت والله تمنيت أنه هذا الندع أبو أديبي يرد بدليل يبين بطلان كلام السيد ميثن المساوي حاشة للسيد ميثن لكن أقول أقلها ينقض عليه لكن سلم له لم يقول قال كذا 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 ولم يأتي بأي رد لا على السند لا على المتن ولا حتى على أي شيء آخر لا نريد أن نضيل أكثر فقط أقول هناك تذبذبات جدا كثيرة ولخص السيد الفاضل السيد ميثن المساوي بكلمة نعم الإرث موجود عندهم لعائشة لزوجات الرسول إلا لفاطنة صلوات الله عليه إلا للسيد الزهر عليه السلام تصبح مستهدنا أقول ويقولون عفوا يقولون أن السيد الزهر عليه السلام ورثت العلم وهذا الاستدلال الذي دائما ما يعطى أو يرد أو يكون حاضر بهذا الموقف أو يكون حاضر بهذه المنطقة العلمية صحة العبارة إذا كانت السيد الزهر عليه السلام ورثة للعلم فعندما طالبت حل طالبت بعلم أم بجهل وإذا طالبت بعلم فهي عالمة وهنا نقول أن السيد الزهر عليه السلام بالتأكيد طالبت بحق لا نريد أن نضيل أكثر أخواني أخواتي تقبلت حراتي بختام الفيديو وانتظروا إن شاء الله بفيديوهات آدمية لذلك الآن تبغينا خذلكم ومحدثتكم ولوفي أماني ترجمة نانسي قنقر